بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع كنت قد أرسلت قبل بضعة أيام رسالة إنقاذ إلى إخواننا الأساتذة الحضر ممن يشق عليهم نطق أسماء الطلبة البدو ما تعرفون بعض البدو أسماءهم غلجة ما تنفهم بسرعة فازعلوا أهلنا البدو قالوا طيب حتى الحضر أكو أسماء إحنا ما نعرفها فهذه رسالة إنقاذ إلى إخواننا الأساتذة البدو كيف ينطقون بعض أسماء الحضر فمن أسماء الحضر على سبيل المثال اسم مشاري الحضر ما ينطقونها مشاري مثل نحن البدو ينطقونها مشاري وهذا الاسم مختلف في أصله قيل إنه مأخوذ من اللغة السواحلية في شرق إفريقيا وهي بمعنى السهم كما يقول المؤرخ حمد سعدان رحمه الله وإن كان الصحيح أنه مأخوذ من الشراء فهو ينطق مشاري وليس مشاري من الأسماء الدارجة عند الحضر اسم سرحان والحضر غالبهم ينطقها بفتح السين سرحان وإن كان الصواب أنه بكسر السين كما ينطقها بعضهم كما ينطقها أيضا البدو طيب ليش بكسر السين أفصح وأفضل؟ لأمرين الأمر الأول هو اسمه للذئب والذئب سرحان بكسر السين والدليل الثاني على إن اسم سرحان هو أفصح من سرحان إنه نطق أهلنا البدو والبدو لا ينطقونا إلا الكلام الفصيح من الأسماء أيضا المشكلة اسمه مزين أنت أستاذ بدوي وجدامك اسم الطالب لمزين لا تدري هو مزين مزين بسرتين فأنت سأله أقول له أنت أهل البيرق إذا قالك أيه والله أستاذ إحنا أهل البيرق أهل البيرق اللي كان يرفعون الراية في أيام حروب لكويت القديمة اعرف إنه مزين بفتح السين أما لو قالك لا والله أستاذ إحنا أهل زمير ما إحنا أهل البيرق اعرف إنه مزين بكسر السين وهم جماعة مثل الفنان السابق عبد الكريم عبد القادر رحمه الله من الأسماء أيضا الدارجة عند الحضر وقد يشق نطقها على البدو اسم مدوه محمدوه مدوه وهي أسرة كريمة ترجع إلى عرب له ولا كما هو معروف ومن الأسماء الدارجة أيضا عند الحضر والتي قد يشق نطقها المنيفي سعد المنيفي الزيد المنيفي أنت سأل أقول لها أنتو الزيد المنيفي أنتو الزيد إذا قالك نعم أعرف أنه منيفي وليس المنيفي ومن الأسماء أيضا اسم فضالة مو فضالة فضالة اسم قطامي مو قطامي قطامي هكذا ينطقونها فالتزم كما ينطقونها ومن الأسماء أيضا أسرة بوحمدي ما في حضرين قال له أبو حمدي يعني هم هم أصري أبو حمدي وهي أسرتهم الشورة ومنها أيضا أسرة بن شكر بن شكر ومنهم فهد بن شكر هذه أسرة كريمة قدمت إلى الكويت من الأعساوس كان والمرقاب شكر بكسر الشيني والكاف ولا تدخل فيه هل هو شكر بكسر الكافي أو فقلا هي بن شكر ومن الأسماء أيضا اسم منيع المنيع أنت ما تدري الطالب هذا منيع ولا منيع سأل أقول له تعرف الفنان محمد قال لي والله هذا عم الوالد تعرف أنه منيع هذه أسرة المنيع وليس المنيع وأيضا الخليفة الطالب اسمه الخليفة وهو الخليفة ولا الخليفة قلت أنت أهل الخالدية إذا قال لي أقوى خلاص الخالدية غالبا الخليفة وإن كان هناك أسرين قال لهم الخليفة من الأسماء أيضا الدارجة اسم يحيى بعض الأسر ما تنطق يحيا تنطقي حيا وبعضهم كلهم ينطقها يحيا وخلاص وبعضهم كلهم ينطقها يحيا وخلاص فأنت خلك باللغة العربية الفصيحة ومن أفصح سلم من الأسماء أيضا اسم عمر مو كل أسرة كويتية اسمها العمر قد تكون لعمر فأنت سأل أقول له أنت تعرفون أهل الدعية المطاوعة والله أستاذ إحنا من أهل الدعية المطاوعة اعرف أن هذه لها العمر أما لو قالك لا والله حسن إحنا من الفضالة الفضالة العمر أو قال لك إحنا من الزعابي أو الدرباس فهي بفتح العين والميم العمر وليس العمر ومن الأسماء الدارجة أيضا العميري طالب ما تدري هو عميري ولا عميري أيضا السئلة أقول له تعرف غانم العميري غانم النائب السابق أيه والله هذا أولد عم الوالد يعرف أنه غانم العميري ومنهم أيضا النائب السابق عبداللطيف العميري هذه بعض الأسماء التي حاولت أن أحشدها وأن أسردها لكم سردا لطيفا خفيفا على نفوسكم والمقطع السابق عن البدو تلقونا بعد هذا المقطع وعسى الله يحفظ الجميع وهنا تحقيق للوحدة الوطنية حذر وبدو وكلهم خير وبركة شكرا على خير عندي صديق حضري وهو أستاذ جامعي عنده مشكلة في بداية كل عام مدرسي كيفية نطق بعض أسماء البدو فهو يعلم يقينا أن المكتوب خلاف المنطوق الذي ينطق على غير ما هو مكتوب ولذلك يأتي أحيانا متندرا ويذكر لنا بعض هذه الأسماء وسأعطيكم بعض أسماء البدو خاصة من الأسماء القديمة والتي نطقها على غير ما هو مكتوب والأمر جائز وفيه ساعة إن شاء الله من ذلك على سبيل المثال أن البدو أحيانا يشددون بعض الأسماء فمن ذلك على سبيل المثال اسم هلال بعض البادية ينطقها هكذا هلال جلال بعض البادية ينطقها هكذا جلال البدو أحيانا يصغرون الأسماء وهذا موجود بطبيعة الحال عند الحاضرة وعند البادية فمثلا ادخيل ادخيل سعيد سعيد عزيز اعزيز خميس خميس البدو أيضا يغيرون في نطق بعض الأسماء فمثلا عندهم سمير لا يوجد بدوي اسمه سمير بطبيعة الحال فأي شيء تلقونه سمير هو سمير بعض البادية عندهم اسم حسني بدوي اسمه حسني أكيد مو حسني هو اسمه في الصحيح حسني بس أنت عادر لا تقول حسني اقراها مثل ما هو موجود حسني اسم حمدي بعض الأخواننا الحضر من الأساعت إذا يقرأوا هكذا حمدي لا يوجد بدوي اسم حمدي فهو اسمه حمدي من الأسماء الموجودة عند البدو أيضا اسم مجدي لا يوجد بدوي اسمه مجدي اسمه مجدي لكن مع النطق صار اسمه مجدي أيضا اسم معيوف البدو ينطقونها معيوف مهدي البدو ينطقونها مهدي مزيد البدو ينطقونها مزيد وإن كان بعضهم ينطقها مزيد ولذلك رسالة إلى إخواني للأساتذة الحذر قبل لا تقرأ الأسماء اقعد مع واحد أبدوي علشان ما تحرج شكرا أخير